سبحان الله الذاكرة عد الإنسان هي مجموعة صور مخزنة بداخل عقلك أحيانا مواضيع ناسية فجأة وتتقلب عليك القصة ما اليوم من أرض اليمن تحياتي لأهل اليمن وقصصهم الجميلة الماتلتي والطفل عاش حياته مع الجن والجن ربه القصة راح تأخذكم المنحدر مرعب جدا لهذا السبب أريدك تحط لايك لهذا الفيديو وشاهد الفيديو من البداية للنهاية إذا أنت حابني وراي تدعم تفاصيل القصة كثيرة ومارد ضيع منعدها فتحها جن وصلوا لي على الحبيب المصطفى للتحصين واذكروا لي هالله يا جماعة الخير لأن الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدي بقصتنا اسمي رسول وعمري 16 سنة وما أعرف الشون نبدي بالقصة ماتي وردتي بالأحداث البيه لكن راح أسرد عليكم والقرار يبقى بديكم وانتو ذا تريدون الصدقون بيه القصة حدثت وياي لما أنا صغير أو قبل لأجي للدني اشلون بدت جايكم بالتفاصيل بيوم من الأيام قميت على والدتي لقيتها مددة على الأرض كان والدي ما موجود كأنه مصعوقة بكهرباء كانت تحرك بيديها ورجليها بصورة غريبة وكانت تصرخ وتقول لهم شي تريدون من عندي تركون تتكلم ويا ناس لكناني ما أعرف ويا من جاء تتكلم وهاي النوبات كانت تجيها أحيانا لكن يوم اللي تصحى تقول لي شنة تحلم وتجيها دائما بالغرفة لكن هالمرة لقيتها مددة بالصالة وما كان موجود أي أحد وياي بالبيت شبير من موحدة أخواني اللي كانوا أصغر من عندي موجودين بالغرفة وما كانوا قاعدين وأنا صحيت على صوت والدتي فأجيت عليها أحاول يعني مقاعدها ما عرف الشون دفعتني بيدة دفعة قوية وقالت اتركني لكن نبرص صوتها كانت غريبة المهمة بذاك الوقت يوم اللي دفعتني ما در شنة اللي حصل لي والصوتها صار مرعبة أكثر الصراحة صحة أنا تشبير بالعمر لكن خفت من عده رحت أركض باتجاه الغرفة سديت الباب علي وأنا أسمع صوتها وهي كانت تتعذب الغاية ما صرخت بصوت عالي وبعدها صار هدوء بالمكان خفت عليها وقررت أطلع فتحت الباب وطلعت وتفاجيت بمنظر غريب كانت والدتي جالسة على الأرض وكانت فاردة يديه وكان هو أكون يساء اثنين ما أعرف منه وما كانت وجوههم ورحة كأنه كان المنقبات وحدة لازمة ييدها اليمين ووحدة لازمة ييدها اليسار وكانوا يتلون بكلمات غريبة والدي يوما يرجع المهم بذاك الوقت كانت ليلة صعبة جدا وما أعرف شون عدت بتفاصيلها المرعبة وبعد ما جاء الصبح والدتي طبيعي تضحك وكانت تتكلم وياي وقلت لها البارحة صار كذا وكذا لون هد غليل وخافت قلت لها شبيج قالت ما بي أي حاجة أنت أكيد كانت تحلم أنا نايمة بالغرف قلت لها لا حقيقة ولا تقول ليلة تحلم كل مرة تصير أشياء غريبة وياي وقلت لجديت المرة على القطة اللي كلمتني وتقول ليلة أنت تحلم وأنا لا أنا ما أحلم وأنا متأكد اللي جاي أشوفه جن قالت لتعيد هاي الكلام بعد المهم قلت لها لا جن وانت ضامين علي حاجة معينة المهم قامت وضربتني وصيحات علي انقهرت وطلعت أركض كانت عندنا أغنام دائما أخذها وأسرح بيها بالوديان المرة ما أخذت كل شي وطلعت أتمشي على وجهي طلعت وراي وهي تناديني وتقول لي ما رايد منك شي خليك قريب من البيت ولا تروح بعيد ترى تتأذى كانت تخوفني من شنو ما أعرف وبعدها بديت أمشي الكلام هذا كان تقريبا يعني على الساعة عشرة عدة الساعات الأولى واني الهم كان فوقي والتفكير كان قلقني وبدأت تجي صورة بذاكرتي مرعبة الرجل اللي كانت عيشه ياه مو والدي ووالدي مستحيل أنسى شكل اللي هسه رجعت صورته والدي كان طويل بالقامة ضعيف جدا وكانت لحيته طويلة وكان دائما يحط لعيونه كحل وكاننا نعيش بقرية غير هاي القرية الرجل هذا اللي عيشه يا والدي منه ووالدي ما كان هذا شكله كانت ضعيفة جدا وتعبانة أسى حالته أفضل زيان الناس اللي كانت أشوفهم أو صورهم وتكررت علي وبديت أذكرهم منه اللي كانوا يعتنون به ووالدي شنو الأشياء اللي كانت تحرقها بشكل يوم وتفتار بالبيت والناس اللي كانوا يجلسون ويا والدي ويقولون كلام غريب شنو والأقلام والأوراق والأحرف المبعثة اللي كانت بالأوراق شنو والكلام اللي كان يقوله والدي شنو كل هاي الأشياء كانت علامات استفهام وما كانت تعرف أنه الوالد كان يعمل ساحر أو مشعود بالأحرام وكانت والدتي الساعدة المهم بثناء هاي الصور ذكرت أكو شجار حصل بين والدتي ووالدي وهي تقول لي الولد معلي وانت ليش هي الساعدة جنت بذاك الوقت متعب بعد ما جيت أوكل أحد الماعز اللي عندنا هو الطليان وفتح حلقه وصارت عدة سنون وعظني من عيدي عظني عظي قوي وبدئي تصرخ وبعدها شعرت أكو واحد واقف ووراي ويتكلم وياي وحرمني من عندها وراضي أخذني لكن والدي أجي وتصرخ عليها وتتركني هالشخص اللي كان لازمني ما كان فت شي عادي لا لا مستحيل كان رجل وإلى تقريبا مثل الذيل أو جسمه كان خشن جدا وكلامه كان غليظ ووجهه كان مرعب كذلك الشون مشيت ويا ما أذكر المهم هاي الأشياء اللي تشلت أذكرها عن طفولتي المهم بذاك الوقت يوم اللي جمعت هاي الأشياء ما حسيت غير ودنيا المغرب أو الجو خلص دخل يعني بأوقات المغرب وأنا بعيد عن البيت فرجعت للبيت أتمشي أنا أسمع صوت مار شخص يناديني باسمي ويقول لي رسول رسول ووقف قلت أتكلم وياكي ووقفت اكتفتت وراي لقيت رجل يمشي وهالرجل هذا كان لابس الزي اليمني المتعارف وكان حاط فوق رأسي شماغ باللون الأسود وبدأ يتكلم وياكي ويقول لي يا عرقتني شكله حيئته صوته سامع كان والدي قل لي أنا والدك ووقفت بحير ما قدرت تروح حليم مشتاق له وبنفس الوقت خايف بعدها قال لي تعال ويلزمني ليش أنت خايف المهم رح تتمشي علي وهو فاتح إذا راح وكان منزل رأسي على الأرض وكان حاط فوق رأسي إيش ما قلت لكم أو ما قلت لكم باللون الأسود وكان كبير بعد ما وصلت لي وحظنت حتى أعرف القصة من عنده واللي حدث وياي شنو شعرت بدوار شديد وشعرت أنه أقدامي رفحت عن الأرض وحسيت نفسي جاه يطير وشلت أسمع صوت مع رياح قوية الحد ما صحيته كان يلقى نفسي بمكان ثاني مقابيل بيت قديم والرجل هذا كان ماقف ويقول تعال وأنا أبوك تعال دخل وياي دخني لي جوج واني شوفت البيت قال هذا البيت والدتك بعد ما تركتني راحت وزوجت أنت شنط صغير ما تذكر بعد ما صار موقف وأنا ما تبت عن الأشياء لكن مستحيل أتنازل عنك وأنا أريدك وأنت ابني تنسى طفولتك بهذا المكان المهم بحالتنا خرجوا أطفال اثنين قلت لذول منهم قل لي ذول أخوانك من العالم الآخر وبعدها قام يتكلم وبصارت ناس تدخل وأعدادهم كبيرة جدا وأنفاسهم كريهة وشكالهم مرعبة قل لي ذول كلهم مشتاقين إليك ويريدوك لأن أنت لمن شنط صغير كانت والدتك بصعوبة تصير الحامل وأنا بذاك الوقت اللي قدري تعالجه عن طريق الجن ما راح أخفي عنك حاجة ولا راح أقذب عليك قلت لأني وين مشون جبتني انت بهاي السرعة وادري بيكم هاي كلام انتو ما يدخل عقلكم أو ما تقدرون لكن السحرة والناس اللي تتعامل وي الجن تعرف بهذا الشيء الجن يقدر يعيشك بهاي الأجواء ويقدر يشوفك حتى فصول بيوم واحد ويقدر كل شي يسوي ويأكل المهم صرت أتكلم وصرت أبتشي وقام يذكرني بعدة مواقف والمرعب بالقصة كلها المواقف اللي تشلت أشوفها ما كانت مجرد مواقف عادية بالعكس كانت مواقف حقيقية يعني مو مجرد انه انت جاء تذكر لا تشوف إذا هو يتعارك ويوالدتي فتشنة أشوفه واتذكر واني بسن كبير تخيلوا قمت أطالع بأيدي في سبيل أتأكد والناس اللي كانوا موجودين كانوا يطالعون بيهم بتسمين كأنه فرحانين برجوعي سئلت وقلت لذول كلهم منه قال ذول عائلتك من الجن هذول اللي ربوك هذول اللي اعتنوا بيك وانت لازم ترجع لهم هذا الشي ولازم تبقى يمي وما رايدين منه كاي حاجة الموقف كان صعب جدا عليه وعقلي ما يستوعبه الحد ما حسيت أكو أشياء جاي تنزل على جسدي أو بالأحرى قطرات مال مطر بعد ما فتحت عيوني لقيت نفسي ممدد على جانب الطريق قريب جدا من البيت والدنيا جاي تمطر والوقت متأخر يوم اللي وصلت لقيت والدتي جالسة عند الباب مال المطبخ أول ما طبيت جتي وحضمتني وانا ظليت مثل الشخص المسلوب العرادة عيدي نازلة وقلت لها والدي وين قارت بعد ما يجي باتسر يرجع قلت لها والدي الحقيقي هذا مو والدي صار تبشو تقول لي لا هذا والدك وبدأت تصيح عني وقلها أنا مو هذا والدي والدي موجود بالقرية وبدأت أتكلم إياه أخواني كانوا موجودين لكن هؤلاء ما كانوا من والدي الحقيقي كانوا من هذا الشخص اللي من زوجته والدي ظلت تتكلم إياه وتقول لي يهدأ وفين اللي صار قلت لها رحت لهناك بعدها تقربت علي بصورة غريبة وظلت الشم وتقول لي شلور رحت ومن اللي يجاك ومن الوداك قلت لها أجي والدي خدمي المهم من ذاك الوقت أنا هملا حرط فيه اشتميت بنفسي ريحة بخور غريبة جدا لكن هاي الريحة أول ما استنشقتها حسيت بكل شي وقمت أذكر أكثر وأكثر المهم ما أعرف الشون وكان أحس أكو أحد وأقف بالشباك ويطالع فقمت حتى يفتح الشباك وصرخت والدي بصوت عالي ورمت على الأرض وهي تنفس الطريقة عجيبة وكانت الصيح ودقل لهم لا تأخذوه ابني وريدة ما أريد يمشي بهذا العالم أنا تبت ومن هذا الدرب بتركوني بحالي الصراحة انقهارت عليه عدت هاي الليلة بكل غرابة وبالأحلام اللي حلمته كانت كلها ذكريات للماضي فقط أو نقدر نقول تذكير المهم عدت الساعات ويجي والدي اللي هو أصلا موالدي يعني كان ومربيني وكان وجه ثديل عليه وقيت لليش كذبت عليها طول هاي السنين بعدها ناضر بوالد وقال لها أنا مو قتل يكبر وقلت لي لا ما تذكر بس انتهي راي اخذوه من عندي استقل وقال لها اللي شن صار قالت لي اللي صار راح لهناك وأنا متأقدر وأنا عرف ما ينقدر ما تذكر مو مجرد ذاكر حيش تفاصيل دقيقة والتفاصيل هاي كان هو صغير جدا من سابع المستحيلات أكو طفل يذكر يذكر أشياء لمن كان هو بعد باللفة أو بالقماط ذاك الوقت الموضوع الكبير عقلي ما يستوعب أعرف عن الجن شي قليل لكن ما تجل تعرف الكلام اللي جاي ينحجي قمت أصرخ وقل لها فاهميني هو أنت شن اللي شنت سوء صارت تصرخ بصوت عالي ودقل لي أنا تبت وأنا بعت هاي الأشياء كلها وأني 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 المهم بعدها هالرجل هذا موجود بفلان مكان أخاف أنت ما تندل عدل وأني بالنسبة لي اعتنيت بيك وترى والدك واحد اثنين اثلاث والدك مشعوي ويتعامل بالسحر والدك كانت السادة والحمد الله والشكر تابت وأني ازوجتها وأخرتها جنت فقير وما عندي والحمد الله والشكر صار عندي هذا البيت والحلال اللي انت تطلع وتسرح بي أنا ازوجتها يوم اللي راحت يمراقي المهم بذاك الوقت يعني علمني بالقصة كل لكن أنا من هاي الليلة وصرت أكره هم كره مطبيعي أكره والدتي وأكره هذا الشخص وتجيني ليالي كأنه شخص يدفعني الحد ما قمت أنعزل وانطوي الأفكار كانت تجيني أني أقتلهم وتخلص منهم يعني سبعة عشر وسبعة عشر سنة أطلع وما أرجع ولما أرجع باليوم الثاني مشاكل والرجل هذا قام ما يقدر يتكلم وياي لأن كلمة إلي وكلمة إلي وكان يسكت الخاطر والدتي وكانت والدتي يعني مو طبيعية تعاول تلظين بجميع بطرق لكن أنا ما كنت أرضى وبيوم من الأيام كنت أمشي وصار فدامر غريب لقيت مرة عجوز جالسة على طارف الطريق ورى المغرب حبيت أساعده وأنا بذلك الوقت جنت متوجه رائع بأحد الوديون جنت أحب الجلوس بالوديون المرة قلت لعش عندك هنا قارت أريدك تساعدني وتعبت أسندني تحك الوقت أسندته إيد على تشتفي وبديت أمشي ورايحة أشطلعك بهذا الليل ما عندك أحد وهي تشكي وأمشي وأمشي وفجأة وشان أحس نفسي أنا متوجه خراس على الوادي وقريب أصلا ما كنت هنا وقلت لها أنت غير تقول ليلي أنت أصلا وين رايحة قالت رايحة وياك للوادي بعدها نزلت تقريبا بالوادي وأنا حاين به المرحة لماذا جابت من هالمكان أو أنا اللي جبته قالت لي اسمع أنا جاد سأتكلم وياك أنا اللي أعتني بيك وأنا اللي أحبك وأنا اللي أولى بيك أنا اللي اللي بداخل والدك وأنا اللي اللي لازمتك وأنت برحم أمك وأنا اللي قدرت تدخل بولادتك وتجي أنت للدني أولدتك أخذتك وراحت ارجع الوالدك والدك يحتاجك وإذا أنت ما تريد ترجع له فالثروة اللي هو جمعها راح تروح والدك احتمال يموت بأي وقت وأنت هوايك وأشياء لازم تأخذها من والدك بذلك الوقت هالمرة بدت تسوي لغسيل الدماغ وكل سا يجوا الناس يجلسون يمنا ويروحون بشكال مرعبة واني بالي مش شتت الحد ما قلت لها ريد أن نام كان تقول تعال مثل قبل نام على قدمي أول ما نمت على قدمها حسيت يعني بنوم عميق حلمت حلمواني بالبيت وكان بالبيت أموال مو طبيعية وفلوس وكان واضي دافين بي بدأ يتكلم ويقول يخلي هنا وأنت لازم بتندل هاي الأماكن المهم يوم اللي صحيت صحيت واني بالوادي وحدي ما موجود أي أحد يمي الصبح وبعدها قمت من مكاني حتى أطلع من الوادي واني جا يمشي شكرا واحد جالس ويطالع علي بين الصخور قام متقدم علي وكان شكل من بعيد نظيف يوم اللي وصل ووصل وهو غريب جدا وريحة طالعة قال لي اسمع والدك دزني ويقول امشي وياهي وشان ما تديد علي وقل لي الزمني حتى أخذك على والدك قلت خلص أنا ندل الطريق وأنا أروح أنت إنسان أو جن قال لي مهم انطيني ييدك خلي أخذك والدك يذيني انطيني ييدك ظلي عيد علي أخير شي قلت تركني ما أريد المهم ظلت يمشي ويمشي ويكلمني حد ما وصلت البيت وصلت كل ما أخرج أرى ثلاث أيام وهو يراودني يريد يأخذني وأنا بالله لا أروح الغاية ما قمت أرى أحلام بشكل يومي بالفلوس الذي كان والدي جانع بذلك الوقت لميت غرابة حتى أطلب والدتي قالت لي والدك ما موجود قالت والدك اختفى من سنين طويلة بعد مهانوية افترقن اختفى لأن بذلك الوقت راحوا علي أقارب لي في سبيل يكتلونه أو في سبيل يتحاربون وياه وراح قلت له ليش قالت لان تشون يجي دائما ويهددني يريد ياخدك وكان دائما يرسل علي شياطين من الجن وشياطين من الانس اللي كانوا يساعدوه وبعدها اختفى بعد ما البيت اللي احنا كنا ساكنين به صار به هجوم من الجن طبعا القصة كانت غريبة وبيها عدة نواقص قلت لها يعني شنه هجوم قالت هجموا علي الجن بسبب غلط هو غلطه والناس رادت تفزع له لكن بعد ما عرفوا ان الموضوع موضوع جن نهزمه قلت لها يعني ما جاي افهم وضحيلي قالت الجن جو علي بشكل بني آدم قلت لها يعني شون قالت مثل موضوع اضغرون احتمال اخذك هذا موالدك من الجن كانت جالسة ام بالغرفة وبس انه قالت لا احبك بس تعال امك انا رايتك واني امك لماذا يجي السوبين شن اللي صار لك فجأة كانت مثل الورد لماذا هي كانت قلت لكن أنا شنت اكره أخير شي قلت لها أكرهج قلت لها مو عرف شون اللي يمنعني أريد أقوم وأقتلك لكن أكو حاجة تخليني أتراجع وجايفور عليج قلت لي ليش يعني أنت هل قد ضايج مني أو حاقد علي قلت لها ما ريدش ليش عفتيره وليش مضلتي ويا والدي وليش وليش بعدين قلت أنت تريده قلت لها رد أروح الوالدي قلت البيت فارغ وما بي أي أحد هذول جن وشياطين ويريدون يأخذونك ومن ذاك اليوم لهاليوم أنا متحملة إذاهم وضربهم لي وإنت هسا بكل سهولة لي تعوفني وتروح قلت لها إي أروح قلت خلص أخذ غراضك بس خلي أروح وإياك على أقل أطمئن عليك قلت لها ما تحركين شبر بعدها طلعت آني وغراضي طبعا بعدت عن البيت تقريبا بحدود الأربعة إلى خمسة متر وكان أسمع صوت مع الصرخة عالي وجدت أحس واحد يدفعني ويقول لها تقدم وتركه يوم اللي طبيت لقيت والدتي عيونها منزلة دم وكانت حاطة إيدها على وجهها وهي تصرف بصوت عالي وتقول ضربوني الما يخافون أو وتقرب آيات من القرآن بعد ما شفت الدم وهي كانت تقرب آيات من القرآن شعر تبقى شعريره بجسدي وشفت قط لونه أسود واللي استغربته أكثر يما قطعة من اللحم الصغيرة يمكن عين والدتي أقشعر بدني من هذا الشيء مقتلع عينه ويوم اللي ظليت طالع بي يقول لي لا تتقرب عليها ولا تساعده كان الصوت طالع من عنده خفت بذاك الوقت خوف شديد وطبعا الخوف يجلب عليك الجن ومنان كان عندي نوع من نوع المس بسبب الموضوع اللي صار قررت أطلع لكن يوم اللي ردت أطلع صار بوجهي الشخص اللي متزوج والدتي وبدأ يطلب آيات من القرآن وان الشن نجد ونصبت يعني مثل الصرع ولحد اللي أنا ذكر شون كان الراسي ينضرب على الأرض بكل قوة وشينت أشوف ناس موجودين وبعد القراءة ما القرآن تخيلت أكو هالة داير ما داير ووالدتي بذاك الوقت فقدت عيونه وحدة صح كانت طالعة من مكانه والثانية كانت مضروبة ضربة قوية يعني طفت قامت ما تشوف هذا الموقف بعد ما حصل أنا تشينت خايف لكن لحد الآن أريد أروح هناك بعدها كنسلت الموضوع جابوا شخص راقع علي وعلي والدتي والدتي خلاص متمكنين من عده وجوها بين فترة وفترة وانا نمس اللي كان عندي راح رجعت طبيعتي لكن أذكر المواقف كله فبديت أتكلموا يا هذا الرجل اللي كان متزوج والدتي وبديت أقول لها أنا شفت كذا وكذا على أقل إذا أكو فلوس نروح نجيبه قال لي لا فلوس ولاي حاجة وحتى إذا أكو ما نطبوبهم هذا الفلوس ما الحرام قلت لي إلا أروح وأتكد أنا شوف والدي موجود لو ما موجود في ذاك الوقت قال لي أنا أخذك بس أصبر لي يوم أو يوما صارت تعدل أيام وسبوع كامل وبعدها اجدني علينا السيارتين أقارب إلي وصعدنا في ذاك الوقت ورحنا والدتي كانت مشوف موجودة بالبيت وحالتها حالة رحنا للقرية ذي وبدينا نطالع لقينا البيت مليان ترابو وواسطا ما قدرنا ندخل بي قدنا مطاقس البية مطبيعية والبيت تقريبا يعني بعد لشوية ويسقط ولما نظلنا نفتر سمعنا صوت من الداخل هي يقول يا رسول اتظلوا خليهم يغادرون شو نتأسمع صوت والدي بعد ما شفت البيت وركزت على الأحداث لا البيت فاضي وهذولا يكيد من الجل بذاك الوقت أرجع ولا ما أرجع ظل الشيطان يراودني عدة أيام وليالي لكن القرآن كان أقوى من عدهم أبعب عرف ووالدتي كانت دائما تجلس وتدعي إليه وتقول لي ترى أنت شغلتك أكبر ما تتصور عدة علي وقت طويل ووالدتي ما تعدت يمكن يعني الخمس شهور وراء الموقف هذا وتوفيت وفاتها كان بيها نوع من الغموف وما أعرف أسميها حسن خاتمة ولا ما أعرف المهم وفاتها كانت عبارة أنه لقناها ممددة على السجادة وكان طالق ديم من حلقة وبعد الفحص بالمستشفى عرفنا أنه معاها كانت من فجرة بالداخل من شنو ما أحد يعرف وأنا ظليت عايش وياها الرجل وصار يومي يتحدث ويايا أكثر وأكثر وبديت أشوف أحلام من والدتي تحذير وبنفس الوقت تذكرني بحياتي اللي عشتها ويعجل وصار تذكرني مشاهد عشتها بالسابق ووالدي كان دائما ينزعني الهدوم ويكتب على جسمي عدة أحرف وطلاس وما تشنت تعرف أنه أنا تشنت أتقرب قربان لكن يعني مو ذبح القرابين أشكالي وأنواع ما أريد أتطرق بهذا الموضوع عدة قصة خاصة لهذا الموضوع المهم وحيانا يحمي وبره ويغرزها بالجسدي وبمناطق معينة أو يكتب به وحيانا يسوي أشياء أغرب من الخيال ما أحب أذكرها هاي الحياة اللي أنا عشتها ويتجل خسرت والدي وخسرت والدتي وخسرت حياتي الحالية صح أنا ما أتقربت على هذا العالم لكن ذكرياتهم مو حشة جدا ما أحب أي شخص يحاول يسوي فد مغامرة ويجيب كتاب أو يقرأ أو يحاول يفكره موز بطلسن أو يفكر نفسه أنه هو قوي أنت ضعيف مجرد أن تفكر بهذه الأشياء لا تفكر أنه أنت تحمي نفسك من حاجة وتروح تسوي الحماية الربانية موجودة لكن يوم أني سويتي أشياء فراح تروح من عندك ولما نتروح من عندك تنفتح عليك باب من الصعب أنه أنت السده ولهنانا وتنتهي قصتنا اليوم إذا أعجبتك أدعمني بلايك واشتركي بالقناة فعل زر الجرس وانتظرني غدا في قصة جديدة إن شاء الله